مرحبا بكم في قناة مطبختي لمسان اليوم المطبخي جبت لكم وصفة تحلية من الواع التحليات اللذيذة جدا تحلية بكريمة القوفرات تحضروها في صهراتكم الرمضانية تفرحوا بها عائلتكم وضيافكم وكام الناس اللي عزاز عليكم والديسة اغتنا تنعى اليوم في هغي البنون قوفرات كغانة شوكولة موس وهالخريط من الادواق يجيروا وعافل بنا مقادير جيد بسيطة طريقة التحضير سهلة بزاف بزاف خليكم معايا باش تكتشفوا الوصفة يبدو بسم الله على بركة الله نحتاجوا الى نصف كاس الحليب بارد سعة الكاس ديالي هي 250 ملائل نزيد لها ملعقة كبيرة ممسوحة مش معمرها بزافة الميزينة اللي هي نشاء الدورة وجبت ملعقة صغيرة بقيت نخلط مليح هذه الميزينة مع الحليب بارد ونخليهم على جانب نجا واحد اخرى جبت كاس رونا تقيلة واني عملت على النار قليلة كامل ومشو نطيبوه كامل اذا نرفضنا نفس الكاس نصف كاس تا السكر غين نصف كاس تا السكر نطيبوه كامل ونطيبوه على دفوعات عملت الدفعة الاولى تا السكر وسيني لساحته دابت عاد مشيت نطيف الدفعة الثانية هات الطريقة مليح بزاف بزاف متعموش تسكر على مرة واحدة بلجزء بلجزء باش هكذا الكامل للكم ينجح شوفوكم وانشوف الجزء تا السكر دابلي نبقى نضيف الجزء او حد اخر انا هذا نصف كاس تا السكر اصمتوه على اربعة المرات هكذا كيش تبلي دروق في التالي كام السكر ديالي داب دروق عاد نستعمل الملعقة في اللولا شتوك نستعمل غير يد تركها صورنا نحرك فيها السكر كيشوفوه يدوب عاد نستعملوا الملعقة حتى ندوبو كامل السكر ويولي لونة الكغامل ينا شباب هذا اللي تحرق الكغامل يعطينا بنت المرورة كيوجد معنا الكغامل نزيد الملعقة صغيرة نحاول ندوب هديك الملعقة بسرعة خاص يديكم تكون خفيفة في هاد المرحلة نحاول نمشي نجيب هاداك النصف كاس تالي الحليب اللي في قلبه المايزينة نخلط مليح مليح على خاطر المايزينة ديالنا تلصقنا في القع ونبدأ نضيفو على دفوعات هكذا نحرك يد تكب ويد تتحرك يد تكب ويد تتحرك خاصنا هاد العملية تكون سريعة باش كامل ينا ما يتحجج هو الزبتة اللي عملناها في اللون ما تخليناش كامل ينا يتحجر نخلي صوس كامل اللي تغليلي حل غلية ولا زوج باش تعدلي ونطفي عليها ونخليها تبرد وكم شتو صوس كامل لدينا اليوم اقتصادية بلا فلان كامل كنت عملتكم في قناتي اللولة صوس كامل بدوق الفلان نقرح تلكم الرابط ديالها صندوق روس غاني نحيتها من فوق الغاز رحات عندي سخونة شوفوا القوام ديالها كيفاش يكون عامل ونكبوها في غرفية ونخليها تبرد نسبة لها الصوس كامل الليوم اقتصادية كتر وكتر بلا فلان بلا والو عملناها غيب الميزينة بسحليح بالبنة كتر يزيد لها ملعقة صغيرة تعدر الكامل بشتكم بلينة شوفوا الصوس كامل ديالي بعد اللي بردت شوفوا القوام ديالها كيفاش تعمل اللي جمدة لكم كتر وكتر تعدو تضيدو لها شوية الحليب وتخلطه ملاح وليح وهذا الصوس الكامل تعدو تزيدو بها كل انواع التحليات حتى اللي كايك روح على البنات وسهلة التحضير واقتصادية نخليها على جانب وقت الحاجة نصيبها واجدة في نفس الكاس رونة ما خصلتها الموالو نعملت زوج كيسان تحليب بارد هذا الكاس اللي أول عود مشيت نزيد الكاس الثاني يعني في المجموعة نصف لتر تحليب بارد نزيدو زوج ملاعب كبيرة مع مريح مليح بومبي تعال 這 mitt هذه اللوبات ثانية ونخلط كامل مكونات بارد و نمشي نوكل كاسرناد فوق الجاس و نطيب الفرن ديالي العادي نتضيط على الفرن ينسى حتى اللي وضع chosen هذه اللي استطيع اللي ث dB زوج مجتمع الفرن ثم اغلال الفلن نحيطه فوق الغاز وضعه فوق طاولة العمل ونجعله يبرده حتى يرى درجة حرارة المطبخ ويعقده سايل الفلن سوف اغلاله متماسك ونحتاج الغرف وغوبه لكي نكمل بقية الوصفة نعمل في الغرف دينا ستاة القطع تاة القفخات بأي دوغ تحبوا فاني او شوكو انا اخترت هذا القفخات يكون عندي عارض ستاة القطع وضع فوقهم هذا الفلن اللي كان عندي بارد ومتماسك ونفوتوا باش نطحنوا كامل هذه المكونات إلا تخافوا على الغرف ديركم عملوا قبل الفلن هو اللول عادة تزيدوا فوق القفخات ونعمل الخريطة دينا نطحن بملاح وكي نحسوا بل القفخات دينا نطحن نطحنوا على الغرف هذا الكريمة دينا عندي واجده القفخات دينا كامل راح نطحن في نفس الكاثرونة تقباين ما خسلتها ماولو نكرر التمليح مليحة الغرف ديري حاولوا ما تضيعوه شكرته كامل كمية الكريمة اللي عندكم في الغوبو والان نمشي نضيف لها تسعة القطع تاة الشوكولاتة بالضوق تاة القامل انا حبيت باش نعزز لنكهة تاة القامل واجيني بنينا بين الشوكولاتة والكامل تسعة القطع هكذا نقصهم قايت صغر واني لكم اغتيار تحبوه شوكولاتة او بالحاليب ونمشي نرجع الكريمة دينا فوق النار على الشوكولاتة دينا الدوبلي هذا مكان ونطفي عليها وحتى ما تغليكم ما عليش مهم خاصنا ندوب كام هدوك القطع تاة الشوكولاتة يمكن استغناء كامل قطع تاة الشوكولاتة في هذه الكريمة تكتافي بغيب دوغ القوفرات لكم اختيار البنات كما تحبوه هذه الكامل قطع تاة الشوكولاتة دينا هم دابو مباشرة هي سخونة ونكون وجهة ليفيرين ديالي ولا الكووس اللي نعمل فيهم تحرية باش ما تعقد ليش اختر بسرعة تعقد هاد الكريمة كوب الكمية كافية في هذا ليفيرين ديالي ولا في الكيسان ولا في كووس ديالي اللي نقدم فيهم تحرية انا هاد الكيمية جاتني اربعة تالي كوب كبار نخلي هاد الكريمة ديالي تبرد ليمليح ونمشي ونكملو بقية الوصفة كيلا كريم ديالي سيبردت ليمليح وما بقاش تلصق من الفوق الان نفوت المتزين نحتاجه فيها زوج حباس عن الموس هنا اختياري نعرفه بالموس السعر ديالي ورها غالي بزفزف يمكن باستغناء عليه بالطبع هذي كصاص كغامل اللي وجدناها مع بعض نمشي نعمل طبقة هكذا ملفوق تالصوص كغامل غيب الملعقة ونحاول نمشي طبقة تالصوص كغامل جبنينة بزف بزف انا من عشاق دوقت الكغامل وباش نزيتون نعزز النكهار لكم عارف الموس يتماشى مليح مع الكغامل هاد الموس اختيار ليمائك يشري ما يشريش نصدف هكذا دوائر تالبانان حب اقدام خدها نعمل طبقة تالبانان نعمل نمشي نفد هذي كصاص كغامل نعمل نزيت فوق هاد دوائر تال موس نغطي عليهم كامل بصاص كغامل والتحليه ديالنا تكون واجدة كلمسه اخيره شوفو زوج تعليقو بخليتهم هاكدك السامب كمالي زينتهم قدامكم وزوج الاخرين عملت فيهم شوية القوف خات بما اننا خدمنا التحليه التعناتنها اليوم بالكريماز بضوق القوف خات مرخبش عليكم انا هاد الفيديو كان عندي موسجل كنت خدمت هاد التحليه وقتلي كان الموس رخيص وهدا فاين ربي اكتب وحطيت لكم الوصفه شوفو البنات اني ماشا نشوف القومة الكريمة من الداخل كيفاش تجي شوفو هاو راني نوريها لكم جيرا وعافل بنا برسلكم هاد التحليه بنينا بزا بزا فيها غير البنون نتمنى ان الوصفه التعيه تنهار اليوم تكون ناد الاعجاب ديالكم تجربوها في بيوتكم تفرحوا بها عائلتكم ما تنسونيش البنات بدعوتكم بالخير لعندي تسود دنيا وما فيها ونشوفكم فيديو اخر بادني الله